تحت شعار كي لا ننسى أيتامنا أقام مكتب التعليم والأيتام في منظمة الإيهوهال إغاثية التركية بالتعاون مع عدد من الناشطين حفلا للإفطار الجماعي في ريف حلب الشمالي والذي يستهدف الأيتام بشكل عام وأبناء الشهداء بشكل خاص وذلك بهدف إدخال السعادة إلى قلوب هؤلاء الأطفال حيث تم تجهيز المكان بما يجعله أشبه بقاعة احتفال بعيدا عن جو الحرب السائد إضافة لخلق جو من التفاعل بينهم وبين من حضر من الوجهاء وأصحاب الفعاليات الاجتماعية لإشعارهم بوجود من يعمل على تعويضهم عن جزء مما فقدوه على حد وصف القائمين على المبادرة فنحن نريد أن نعود ولو كان جزء بسيط أن نفطر معهم حتى نشعرهم بأننا معهم يعني نحن اليوم شعورنا لا يوصف فرحتنا يمكن لا تقدر لا يوجد هناك كلمات لا من شعر ولا من جناس ولا انطباق حتى يعني نفصح عن ما يدور في داخلنا فمجرد هذه البسمات هي التي تكفينا يعني له أثر طيب يعود على نفسية الطفل الذي فقد يعني وارده وأمه لذلك نحن نشكر ونثمن هذا الموقف ونريد يعني من الجمعيات ومن الجهات المختصة أن يعتنوا اعتناءا يعني خاصا باليتيم كما تضمنت هذه المبادرة أيضا فسحة لللاعب والمرح إضافة للاستماع لبعض الأناشيد والقصائد التي ألقوها الأطفال الحاضرون والذين أبدوا سعادتهم بهذه المبادرة التي أقيمت من أجلهم فيه حدا أنه عم يهتم فينا وفيه أنه فيه قدوي لألنا وأنه ما عنا أبهات بس الحمد لله فيه عننا مين أنه يعودونا عن أبهاتنا وحتى أنا بشكر كل مين قام بهذه الشغلة وشارك فيها رمضان هداك يعني أبو كان معنا وكان شترينا وكان يعني أبو كان معنا بس رمضان أبونا ما معنا وهدولي الله يزيني الخير عم عوضونا عن شي فقدنا يعني ونظرا للأثر الكبير الذي تتركه هذه المبادرة على قلوب الأطفال يؤكد القائمون على هذا العمل أنهم يسعون للقيام بمثلها بشكل دوري وذلك بهدف إبعاد الأطفال عن جو الحزن الذي يعيشه الكبار لا سيما مع اقتراب أيام عيد لا تشبه العيد على حد وصف هؤلاء الناشطين إبراهيم الخطب أوريانت نيوز من مدينة حلب